عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم بتعامل مع برج العذراء لان هالكارت بتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحدون لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي بالظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة لإله بمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف سر من نوع ما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الوحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتو الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتو الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربتوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتو الطرفين مش مستعدين لانكم تاخدوا خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني انتو هو بدك تشوف او بدكم انت او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انت اللي تكون متحكم بازمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انه انتو الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين على الامور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار في اي اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك اياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها بيصير في مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم ايضا عم شوف انه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عم شوف اغلبكم متل كأنه بيختار يبعد انت وهو بتختاروا انه تبعدوا او تنفصلوا عن بعض او لحتى تتجنبوا يعني وجع الراس مثلا للبعض منكم لانه عم شوف العلاقة بينكم ماشي بستركتر معين او طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لانه هاش شخص تقليدي وايضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الاغلبية منكم مع انكم بعلاقة ولكن في حدود بينكم وبين هالشخص في دائما بعد في دائما distance يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لانه نظرتكم الى العلاقة كتير تقليدية ممكن ايضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف انه ما بده يستثمر او ما بده يحط مجهود الا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا يعني مثلا خطوبة او زواج اشي رسمي لانه هاي ورقة الزواج او ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف انه هو ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني اي نهاية في العلاقة هاي او النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفك لسه عم في عندك مشاعر بالحزن من ناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب او عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول انه تشافي حالك من الناحية العاطفية لانه عندك temperance card فانت عم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي ايضا عم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قابلته او ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بانه هو الشخص الافضل للك ممكن يكون نفس هالشخص او ممكن يكون شخص جديد شخص اخر بحياتك بيختلف من شخص الى اخر ولكن عم شوف انه انت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك ايضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لانه عندك two of wands و two of swords فرح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لانه رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد او بيختلف يعني من شخص الى اخر عم شوف ايضا من الناحية المادية وضعك رح يكون افضل بالمستقبل او الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انه وضعك المادي يزتهر اكتر ممكن يكون فيه تعاون ايضا من الناحية المادية ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال يعني completion او اكتمال منه عندنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل او طاقة الشريك اه عم شوفه مركز اكتر على على جسدياته هالشخص ممكن ممكن هو في عنده مهنة تطلب مجهود جسدي او ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى انه يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي اكتر على مظهره الخارجي او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انه يحسن من مظهره الخارجي لانه عم شوف انه في عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص ايضا عم شوفه عم شوف في عنده عروض حب رح تقدم لاله هالشخص و في هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم لاله كتير عروض حب ولكن عم شوف انه هو طريقة تحليله او طريقة تفكيره للامور طريقة حكمه للامور او حتى الاشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية او رح تكون متوازنة مش عم شوفه يعني بينجرف باشي اكتر من اشي معين ايضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لانه هو في وضع الوبزرفيشن او في وضع المراقبة يعني جميع الاشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد او عم يحاول يفهمها عم شوف انه هو من الناحية العاطفية راضي او رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لانه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السعيد وواحدة بها السعيد يعني مش مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير او بتغير مزاجه كتير لانه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من اخذ القرار ومتناقض ايضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لانه متناقض ممكن يكون لانه ما وصل الى الكونكلوجين او ما وصل الى الحل او الاستنتاج اللي هو بده اياه او الجواب اللي هو عم يبحث عنه اوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات راح تصير بالمستقبل لانه السايكلز يعني مثل العجلة راح تضل الدور 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 فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي بتتحرك دائما مش دائما بتضل على نفس الرذم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن او عن اكتمال من اشي معين فامشوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسول ميت او في عندكم دروس كتيرة لازم تتعلموها من بعض عمشوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك six of cups six of cups يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم